السلام عليكم اخواني اخواتي مرحبا بكم في قناة شيوات امولا كنتمنى هاد الفيديو تلقاكم في التمصيح والعافية ان شاء الله وكنشكركم دائما على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم لي وكنتمنى من كل قلبي لأول مرة كيشوف القناة ديالي مبخلش عليها بالاشتراك وتخليوا لي لايك للفيديو وتعليق يعني باش هكا نزيد القدام كتحفيز وكتشجيع من طبيعة الحال وكنشكر دائما للناس اللي كتدعمني وكتشجعني كنشكركم جزيلة شكر جبت لكم اليوم جوج وصفات ديالي مادلين او كاب كيك يعني كيجي ورائعين يمكن لكم تقدموهم لوليدات ديالكم من المدرسة من طبيعة حال درري صغر عزيز عليهم هاد النوع ديالي مادلين او الكاب كيك النوع اللول غادي نديري لكم بالقهوة وضانون والنوع الثاني غادي يكون يعني بشكلات كيجي رائع رائع وبنين غادي نبدو بالوصفة الاولى يعني المقادر عندي هنا يا كازد العنبة ديال سكر سانيدة لهو سكر حبيبات كازد العنبة ديال زيت المائدة جوج كيسان ديال العنبة ديال الطقيق اي الطحين وعندي ملعقة صغيرة ديال فاني اللي ما عندوش الروح ديال فاني يمكنه يدير صاشية ديال فاني عندي هنا يا تلاتة الخمارات اللي هما البيكن باودر وعندي هنا يا علبة ديال الياغورت يعني اي ضانون بنوك هات الفاني عندي هنا يا جوج بيضات واحد القبيصة ديال الملحة ضروري تكون في الكيك ديالنا او اللي مادلين او الكابكيك وعندي هنا يا نيس كافي صراحة هدا هو السر ديال هاد اللي مادلين غادي نقدم معكم اول حاجة غادي نبدأ غادي ناخد يعني دك العلبة ديال الياغورت او ضانون بنوك هات الفاني ضروري انه يكون بنوك هات الفاني باش حقا كان هرسوا دك المضاق ديال القهوا من قانه نقها ديال الفاني وأصلا را غادي ندير فيه الفاني يعني ك يكون واحد مزيج مين من الضوء صراحة كيي يبنيم بزاف كان دير فيه دك صاشية ديال القهوة يعني سريعة الدوبان وكنن خلطها زيان لما عندوش صاشية يمكنو ديال ملعقة صغيرة تكون عمراء ديال القهوة سريعة الدوبان ثم ن males keyboard وصلت القهوة Nice من بعد خ yanlış الوقت أريد القهوة وصلت القهوة nice مع العلبة ديال يغورت مزيان باش كتدوب داك القهوة داك شي علاش قلت لكم تستعملوا القهوة اللي تكون سريعة الدوابان من بعد ما خلطت مزيان يعني هنا يا ف النوع الول ديال الماضلين او الكابكيك غادين استعمل غير فوي يعني غادين خدم غيب يديا من بعد كان زيد جوج بيضات يعني البيضة كان زيد بيضة مورة وحدة ما تديروش جوج بيضات في الدقة وحدة ضروري انكم تديرو يعني البيضة اللولة وتخلطوه مزيان والبيضة الثانية تخلطو يعني السر ديال هادلي ماضلين او الكابكيك باش كي يجي لكم من فوخين هو انكم تخلطو الخالط ديالكم مزيان يعني داك البيض تخلطوهم مزيان مع ضانون وسكر ثاني دا تخلطوهم مزيان تطربوهم مزيان اللي بغا يستعمل الطراب يعني ما تستعملوش يديكم كلكم تستعملو الخلاط الكهربائي او الباطور اللي بغيتو هنا يا غادي نزيد ملعقة صغيرة تكون عمرة ديال الروح ديال الفاني يعني الفاني سائل اللي ما عندوش الفاني سائل يمكنلو يدير ساشيا ديال الفاني وكيف ما كنقول لكم دايمان يعني كي يكون الفرق ديال الماضاق ما بين الفاني السائل وما بين ساشيا ديال الفاني ولكن اللي ما عندوش يدير ساشيا ديال الفاني هنا يا غادي نزيد نبع المخلط aumento leurs عملا وغادي نزيد البيض او ساني ده باش هكا فاش ندخلوهم الفرن كيجيولينا من فوخين هنا غادي ناخد الطحين يعني كاس بكاس وغادي تحاولو انكم تغربلو الدقيق ديالكم من طبيع الحال غادي نخلط حتى كنخلط الكاس اللي هو ديال الدقيق اللي هو الطحين عاد غادي نزيد الكاس الثاني من طبيع الحال حتى هو غادي نغربلو عليها تشكل هدا ونخلط بديم زيان داك الطحين باش كيب ما كيبقاش مكبب هنا يزد صاشيات ديال خميرة الحلويات اللي هي البيكن باودر ثلاثة ديال صاش ودائما نراني غادي نكتب لكم المقادير مضبوطة فصندوق الفاصب باش ههاكا تسهل عليكم الخدمة هنا يقوام دياله کى كيكون عليها التشكل سوف نأخذ الموضع لكي ندير فيه الماضي أنا استعملت غير هذه الكوائغطات ولكن نوع الثاني سوف نبدل الكوائغطات وريدكم جوج أنواع الكوائغطات اللي يمكن لكم تديره كيفما تعرفون الداري الصغار عزيز عليهم الزوائقات عزيز عليهم الحاجات تكون مزوقة وتكون فيها الشكلات وتفدوك الكوائغطات حتى وما يكونوا مزوقين لذلك لا نديرهم الداري الصغار كيفما يعرف الجميع الدخول المدرسي رهبدة والداري الصغار يريد أن يدير معهم كثكروت ديالهم ولا الغداد كيلي كيقيل نهار كله في المدرسة يريد أن يدير معه الماكلة ديالهم لذلك لا نديروش الوليدات ديالنا ولما لا يعني حتى الضياف اللي جاء عندكم را يمكن لكم تتقدم بعينكم غمضين في عشرات دقيق غادي تقدو هاد الماضلين هنا كل صاشية ديال الماضلين كندير فيها جوج معلق كبارين يعني ما تعمروهم إذا عمرتهم را يدخلهم الفران غادي يفيدو لكم يعني يجوج معلق ما يكونوش عمرين فقط باش هكي كي منين كي تنفخو لنا ما كيخرجوش لنا على الكواغتات ديالنا هنا كنحاول أنا ندرب باش هكا كنوزعهم على كنوزعهم كام منين لها تشاكل الفران راه عندي سخون ومنقسلو منين غا ندخل المول ديالي الفران غادي نقص الفران وغادي نخليهم يطيبوا راه دغياء كي طيبو ما كي ياخدوش الوقت يعني أنا راه باقي سخون كيف ما كيتشوفوا راه شادة بزيف يعني المول ديالي ديال لي ماضلين راه باقي سخون هادا هو الشكل اللي خاصو يكون ردو البن راه دغياء كي طيبو ودغياء تقريبا ما اخدوش لي شرد دقيق في الفران بحيط راه دغياء كي طيبو كان لشتون باقي ما طابوش لي من تحت كان عبطوهم من تحت كي ياخدو لي واحد دلويين على شكل هادا فهنا يا مثلا هاد الوحيدة بنت ليالسقات غادي ناخد غير السكين او الموس ديالي غير في الجواني بغياء نحاول اناني حيدا راه كتحيد بكل سهولة شوفوا لماضلين ديالي راه مفضولي يا مولولي لاناني ديرا القياس ديال الخاليط في دك الكويرتات ديال لماضلين ديالي يعني ديرا جوج معلق ديال الخاليط فقط لانا لكتر راه غادي يفيدو لكم بزيف ومني كيفيدو ما كيبقاش واحد شكل مزيانين صراحة هنا اخديت تقريبا واحد الخمسة ديال القطاع ديال شكلات اخديت انا غيدك شكلات ديال ريال شكلات ممكن لكم تستعملون طبيعية الحال اي نوع دوبتو في حمام مريم وزيت فيه قطارات ديال زيت باش يخفاف ليه وغادي ناخد غيشي شوية وغادي نوضعه غير من الفوق يعني ما غاديش ندهن لماضلين ديالي او كيك ديالي كاملي نغيشي شوية من الفوق على شكل دائرة حلقة وغادي نكمل يعني اللي ماضلين ديالي كاملي على هات الشكل ومن طبيعة الحال الزويقات فضلت انني نزوقهم يعني كيفما كأكدت لكم داي سخرا عزيهن الزويقات هنا اخديت الزويقات فالزرق الوليدات وهدو البنيتات يعني فالغوز البنيتات عزيز عليهم ذاك اللوين فالغوز الوليدات عزيز عليهم الزرق هنا غادي ناخد واحد صف لي ماضلين ديالي وغادي ندير فيهن ذاك الحبيبات في الزرق والتزين دائما كيبقى على حسب الضق ديالكم انتوما راه تزين فيه انواع واشكال يعني عندها بالحلوية تبارك الله راه كيتباع عندهم الانواع والاشكال غير انا فضلت اناني ناخد هاد الوينات على حسب يعلين بليتات والدراري الصغار هنا يا من بعد مسالية ذاك الوين في الزرق غادي ناخد ذاك شي شوية ديال حبيبات ديال الشكلات تاوما في الغوز بحلاكة وهذا هو الشكل النهائي ديال اللي ماضلين ديالي كيفما كتشوفوا راكي جيوا زويبنين هنا عندي واحدة جوني معها تزويقات صراحة دوكة طوي ولين بحلاكة راكي يكونوا معاهم خليتهم ودد ديال البنيتات ودرتهم من فوق كنتو ما يمكن لكم تزوقهم باي حاجة بغيتوا بالقرقع ولا بغيتوا تخليهم غيه كابلا زواء قبل اولو ولما الشكلات مثلا بغيتوا جديروا شكلات ما ديروا شغي انا بغيت يعني انفرح لوليدات الصغارين راه عزيز اللي ماضلين او الكابكيك ديالي كنحيدهم شوفوا الطياب ديالهم تبارك الله ما شاء الله راهمك يتحرقوا ماولوا حاولوا ما امكان غير تسخنوا الفران ومنين تبغيوا دخلهم تنقصوا الفران على حرارة يعني تكون الفران يكون ناقص وخليهم يطيبوا على خطرهم ومن بعد كتبتهم شي شوية كي ياخدوا داك اللويين من فوق صافي وتخرجوهم هذا هو الشكل ديالهم وكيجي فيهم طبيع تحل واحد الماضيج المزيج ما بين القهوة والدانون والفاني صراحة راه كيجي مضاق رائع وغادي نبدأ لكم من طبيع الحال بشكل ثاني بالوصفة ديالنا ديال الماضلين او الكابكيك هنا الوصفة غادي تكون بمضاق الليمون عصير الليمون هذا هنا عندي كاس العنبة ديال سكر ساندة ونصف كاس ديال عنبة ديال الزاتي يعني هنا درت غينس كاثلي انني غادي ندير كاس العنبة ديال عصير البرتوقال اللي هو الليمون الحلو وعندي من طبيعة الحال ثلاثة جوش كيسان ونصف ديال الدقيق يعني جوش كيسان ونصف ديال عنبة عندي واحد العلبة ديال ياغورت بمضاق الفاني وعندي هنا جوش بيضات كبارين توميلا عندكم البيت صغير ممكن لكم تديروا ثلاثة عندي هنا برتوقالة مبشورة يعني واحد الليمونة برتوقالة حكيتها القشور ديالها وعندي هنا ثلاثة ديال صاشيات ديال الخميرة الحلوية بيكون باودر ومن طابعة الحال عندي ذاك الحبيبات الشوكولة اللي كان ديرو في كوكيز يعني راها كيتبعو كين هاد النوع صغير خديت أنا غير نوع صغير وكين ما كبر منه شي شوية وعندي الكاكاو المور من النوع الممتاز اول حاجة غادي ناخد الاناء ديالي وغادي ندير فيه ذاك البيض هنا يا عندي البيض كبير درت جوش بيضات الى عندكم البيض يعني حجم صغير يمكن لكم ديرو ثلاثة البيضات في حالة ما الى كانوا صغرين الى كانوا كبرين يعني غادي تكتافيوا غير بجوج بيضات راهم كافيين هنا النوع الثاني ديال المادلين ديالي او الكاب كيك ديالي او ديالكم من طابعة الحر غادي تجربوهم في البيوت ديالكم غادي نخدم بالباطور هنا يقدر تقبيص هاد ديال الملحة وكاس ديال عنباد سكر ديال الكاب كيك او المادلين ضروري انكم تخدموه مزيان سواء خدمتو بالباطور او خدمتو بالخلاط الكهربائي او خدمتو بيد ديكم غير بالفوي ضروري انكم تخلطو مزيان يعني هنا خلطو مزيان من بعد ما داك البيض تبدلي اللون ديال وما بقاش صفر يعني ولا بيض عاد غادي نزيد العلبة الياغورت وذلك الليمون يعني برتقالة مبشورة عليها تشكل هذا ونحن نخلط كيف ما قد لكم من درت البيض ودرت سكر صاندة وقبيصة الملحة خلطت المكونات مزيان حتى تبدلي اللون ديال البضعات درس العلبة الياغورت درت الليمون مبشورة اي برتقال حكيتها درت كاز العصير الليمون ونصف كاز العنب زيت المائدة انا كندير كيف ما كشفت معي انا كندير في المقادير وانا كنخلط ما كنحبش على التخلط لان هاد العملية ضرورية باش هكا كيجي لكم هاد النوع ديال اللام مادلين كيجي لكم طالع يعني كيجي لكم بحل شكل ديال القال بتذكر غير فوي يعني غادي نخلط غي بيدي ديال مع اللق كبارين ديال كاكاو المور يعني الكاكاو يكون من النوع الممتاز وهنا من طبيعة الحال فاش خلط الكاكاو مزيان غادي مقا نزيد الضحين شوية بشوية كندير الكاس اللول وكن خلط مزيان على هات الشكل هاد حتى نخلط الكاس اللول نخلط جوش كيسان ديال طقيق مزيان نسكاس الخر ديال طحين كنزيد شوية بشوية عفتوا علش كندير بحالك لان انا كنشوف الخليط واش باقي غادي نزيد طحين ولا لا بغيت نعطيكم المقادر مضبوطة هنا نسكاس عو ثاني نصف كاس قدت لكم جوش كيسان ونصدرت جوش كيسان ونصدرت شوية بشوية يعني المقادر خدت لي جوش كيسان ونصدرت كيف ما بينت لكم في الاول فيديو من طبيعة الحال وهنا النوع الثاني كما كنت لكم استعملت هذا لمول ديال لمادلين او الكابكيك صراحة كيجين منيضر ديالهم زبوني واخديتهم في نفس يعني كيف كنت خديت النوع خليطة خفيفة وهنا في هاد صشيات ديال البانكيك ضروري انكم تديروا جوج معالق كبار يكونوا عمرين مزيان مزيان لان هاد يكونوا عندنا غرقين شي شوية ماشي بحال هاد كوغطات وهنا يدخلوهم الفران يعني ودك تخلط لكم تخلط البيض مزيان مع ساندة تطربوهم مزيان حتى تبدلهم اللون باش يجيوا لنا عاليا وطالعين كما قلت لكم بحلقة بتذكر هنا عمرت هاد لمول هاد وكام لنا عندي غيم الواحد صراحة ذكر ربعا ديال كوغطات اللي بقاولية غادي نحط جانبا حتى نخرج هاد اللطة اللي غن دخل الفران عاد غن نعود ندخل آخرين هنا حبيبات الشوكولات يعني الحبيبات اللي ندير فكو يمكن لكم تدير هاد صغيرين وكي لم يكبر منهم شي شوية اي نوع بغيت تدير هنا الفران كيف ما تشوف طيب النوع اللو اللي ما ضلين يعني ران فران باقي سخون عندي دخلت هاد وطاب لي تاو مره ما ياخدوش الوقت بالساف شوف كيف اشجاو كيف يجي وطالعين كيجي بحلقة اللي بتذكر يعني كيجي فيهم واحد المنيدر اللي هو زوي غي السر ديان هم انكم تخلطوا البيض مع سكر سانيد مزي حتي تبدو النوع ديان البيض هاد هو الشكل ديال اللي مادلين او الكاب كيك اللي قتمت معكم كيجي بشكل كيجي صراحة في المنيدر زوي وندرت لكم هاد طويس هاد الزرق ديال الوليدات والغوز ديال البنيتات صراحة قدوهم بعين مغمضين وما تعكزوش عليهم وراهم ساعلين عشرة دقيق غادي تقدو هاد المادلين ديال مساعلين وهذا هو النوع ديال الثاني يعني هاد هما المادلين اللي قدمت معكم اليوم كانت منا يعجبوكم هنا نقطع لكم واحد وحيضة وحتى هذلك وغطات هذل اللي خليت را تحل على هات شكل بكل سؤول كتبقى جرب حل سيك تقريبا وكتحل لهم على هات شكل هذا وهذا وشك النهائي كانت منا أن يعجبوكم ون الريض ديال ما تبخلوش ديال كتب يعجبوكم سنقدم معكم مرة مرة يعني مرة وصفة ديال طبخ ومرة بلوغ ان شاء الله سنقول لكم تصبحوا على خير ونطلقوا فيديو آخر ان شاء الله مثلا مع لكم